لحضراتكم لأخبار مرة أخرى يعود حسين سالم إلى المشهد لأ وكمان رشيد محمد رشيد في أخبار بتقول إن حسين سالم قال إن هو على استعداد لدفع 5 مليارات للدولة المصرية هو لم يسدد أي أموال لكنه على استعداد لتسديد هذه الأموال 5 مليارات للدولة المصرية الجديد كمان وربما المفاجئ هي مسألة رشيد يمكن أيام الإخوان كان بتقال إن فيه تحركات مع رشيد محمد رشيد لمسألة تسوية قضايا لكن الجديد إن فيه أخبار بتشير بشكل واضح إلى إن رشيد قال للكسب غير المشروع إنه على استعداد لدفع 5 مليارات أيضا بشكل فوري مقابل طبعا إنهاء القضايا اللي حصل فيها رشيد على أحكام أعتقد إن رشيد محمد رشيد عنده تقريبا 18 سنة مجموع الأحكام لو أنا فكرة كويس لكن ده بيصير تساؤلات هل ستفتح الدولة المصرية ملف رجال الأعمال الهاربين والمسؤولين الهاربين وتعقد تصالح حقيقي معه هل ستكون الاعتبارات الخاصة بالرأي العام أو اللي قد يكون رافض لهذه المسألة حاضرة أم أن مصالح الاعتبارات العملية هل ما يسدفعه أو يسدده هؤلاء المسؤولين هي مبالغ حقيقية لتعود المهازل اللي حصلت والخسائل اللي حصلت بشكل كبير دي تساؤلات من التساؤلات المطروحة مطروحة